أسفر انهياروا تربة على مسكن بحيستار بعاصمة ولاية المدية في وفاة طفلين يبلغان من العمر ست سنوات وثماني سنوات ولم تنجح محاولة والدهما لانتشارهما من تحت الردم بسبب الكمية الكبيرة من الأطرب التي دفنتهما إلى حين حضور أعوان الحماية المدنية التي قامت بانتشار جثة طفليون ست سنوات في ملف ظهارون أنفسه الأخيرة بمستشفى محمد بوظيف في ردها على الإضراب الذي دعت إليه نقبة الكناباست وجهت وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريط رسالة قالت إنها تخاطب ضمير المدرسين وتذكرهم بمسؤوليتهم أمام المجتمع وبمصير التلاميذ لتقول لهم إننا نناشد المدرسين المتوقفين عن تدريس لكي يتحلوا بروح المسؤولية توجه وظيفتهم النبيلة المتمثلة في خدمة الطفل واسترسلت في حديثها لتتعهد بالسعي لإيجاد الحلول للقضايا التي ما تزال تشغل بالهم لكنها أكدت على أن الحوار وحلول القضايا العالقة ستكون وفق تنظيم الجاربه العمل ووصفت الوزير ما يعيشه قطاع التربية منذ عقد من الزمن وبكيفية تكاد متواصلة بإقامة جو دائم من الأثى بسبب التوقفات المتكررة في الدروس ما تسبب حسبها في انقطاع ثقة بين المدرسة والمجتمع